بسم الله الرحمن الرحيم الجزء اللي بعد كده اسمه presentation graphics وفي الجزء ده هنتكلم عن يعني إيه presentation graphics واحدة واحدة كده يعني إيه presentation يا جماعة يعني عرض تقديمي اللي هو إيه زي اللي بعمله قدامكم دلوقتي ده بتحط معلوماتك كلها في صورة عرض تقديمي مكون من تيكست مكون من فيه سور فيه attractive visually interesting presentation يعني إيه attractive يا جماعة يعني بتحط حاجات جزابة سور جزابة وبتحط حركة جزابة تمام they are excellent to communicate a message and to persuade people يعني أنت المفروض الpresentation دي بتعملها علشان تcommunicate أو بتوصل رسالة بطريقة تخلي الناس مبسوطة وتقتنع بالفكرة بتاعتك أوكي طيب كل ده كلام الpresentation programs كالعايدة يعني فيه عندنا microsoft powerpoint اللي بيقدم النوع ده من البرامج اللي هو presentation graphic طبعا أشهرهم microsoft powerpoint فيه الcorel presentations وفيه الابل key note وفيه كمان الابل key note ديت أشهر ثلاث برامج في مجال الpresentation graphics هنخش دلوقتي على الفيتشورز وعلشان نخش على الفيتشورز يلا بينا نشغل البرنامج مع ان على فكرة هو موجود واردي عندكم في المنهج وهيتشرح الكلام ده كله ان شاء الله بالتفصيل ادي microsoft office وهختار المرة دي powerpoint تمام؟ هروح كده عند file وحقول له new تمام؟ وهنختار حاجة اسمها recent templates او بلاش كده هنختار انا اسف sample templates تمام؟ ويلا بينا نشوف الفيتشورز بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده بيقولك عندك حاجة اسمها slides or pages تمام؟ ايه بقى slides or pages ديت؟ شايفين يا جماعة الصفحة اللي انا فيها دلوقتي دي دي اسمها slide او اسمها page تمام؟ الصفحة اللي بيبقى عليها الرسومات بتاعتك والتيكست وكل حاجة فدي ممكن نقول عليها individual pages or screens of a presentation design templates ديت يا جماعة بتبقى template يعني حاجات جاهزة او presentation جاهزة وانت بعد كده بتعدل عليها زي اللي حوال رهيالك دلوقتي تمام؟ انا كنت رحت عند file new واختارت ايه؟ اه اختارت from templates تمام؟ فاختار مثلاً التمبلت دي اوكي؟ طيب علشان اشغل البرزنتيشن بدوس F5 زي ما انو شايفين كده ديت اسمها slide ودي اسمها slide ودي اسمها slide تمام؟ لو جيت شغلتها اهو دي كده شكل البرزنتيشن بتاعتنا تمام؟ دي طبعاً معمولة قبل كده اقدر بقى ان انا اخش وغير عليها اوكي؟ رائع جداً طيب عندنا الcontent template خلاص الcontent بقى عندك سور عندك تيكست whatever يعني الانيميشنز تحريك زي ما انو شايفين كده اللي حصل دلوقتي ده يعتبر animation تمام؟ الترانزيشنز بتشوفوا كده جماعة لما بيتحول من صفحة لصفحة ايه اللي بيحصل؟ تعالوا كده نشوفها عملي بصوا كده ده كده اسمه transitions التحويل او التحريك من سلايد الى اخرى تمام؟ ماستر سلايد ماستر سلايد دوت في حاجة كده في الباور بوينت بتخليك تعمل صورة اصلية تمام؟ الصورة ديت كل الصفحات بتاعتك هتشوفها بتده تتعمل معها فبدل من انت في كل صفحة تعيد نفس الرسومات تاني فبتعملها مرة واحدة وكل الصفحات بتبص عليها خلاص كده يا جماعة دي كل الفيتشورز بتاعت presentation graphics لو رحنا الكتاب الجميل بتاعكم مش هتلاقوا اكثر من اللي انا قلته بيتوا عافين ايه هي السلايد ايه هي البيج ايه هي design templates الى اخره وبرضو اعمل لك نفس القصة اللي بيعملها كل مرة تمام؟ جايب لك كيس بشرح لك عليها تمام؟ بيبتدي استتكلم على template خلاص يعني كل ده انت مش هتحتاجه تمام؟ لان انت كده كده هتدرس الباور بوينت بالتفصيل بيقول لك هنا what are presentation graphic programs what are they used for what are slides ايه هي slides عرفناها طبعا تمام؟ وايه هي content templates what are they used for what are animations ايه الانيميشن يا جماعة والترانزيشن عرفنا طبعا الكلام ده من الشرح اللي فات اتمنى انتوا تكونوا استفدتوا من الدرس ده ويلا بينا ننتقل على الدرس الاخير في يونت